هاي يا مين ورحمة يا أصدقاء جزيكم في فيديو جديد اليوم يا أصدقاء نفس ما قالت في العنوان بالضب اليوم يا أصدقاء رح سوف مقارنة بين طيارة الأسطورية والطيارة الأسطورية الثانية اللي هي تبعة تحديث الصيف سعرها 150 جعوه رح عرفتوها تبعة تحديث الصيف اليوم رح نجربها باختصار شديد سوف مقارنة ونشوفوا هاي حركات وايضا رح شوفون بالفيديو شون المميزات والفرق بينها حتى مثلا إذا مختارين يعني شون أقول لكم محتارين شون ممكن تشترون فالفيديو رح يفيدكم حالي قبل أن نبدأ بالفيديو حطوا لايك واشتركوا واشتركوا يلا يلا حطوا لايكاتكم ونفعل الجرس ويا خلونا نبدأ بالفيديو أول طيارة أكيد ويانا اللي هي السعرها تبعة قليتش ياب تبعة قليتش سعرها 7 دولارات 99 سنت فيبع الثقائي هسا رح نجربها اول واحدة ليش لأنها بشحن تمام تمام هل تستحق أنه هي تكون سعرها وشحنه 7 دولارات فرح تعرفون جواب بهذا الفيديو هذه هي طيارتنا لليام حلو حلو أول شي لاحظ فيها أثقاء أنه كيف أصورها هذه هذا أكثر شغلة تضوج حرام عليك يا رب فشوفوا إذا تلاحظون في البداية أنتوا شخصيتكم قاعدة في هذا المكان أكيد يعني شي طبيعي ولحظوا أنه يكون كراسي ثانية بصفة شخصية يعني حجلسوا إياك ثنين أشخاص مثلا بيست فريند أكو ثنين بيست فريند يعني أو مثلا أخوانكم أي واحد يتعرفوا يقعدوا إياكم ثالث هالك حجلستوا فيها ثلاث أشخاص أنتوا ثنين بعد أشخاص ثلانين عرفتوا كيف؟ أوكي هسا عنو تنهيت الشي وأيضا يا أثقاء من تمشون حتطلع ضوء أحمر مع مكعبات باللون أصفر أو البرتقالي أوكي يا أثقاء زيان المميزات شنو؟ المميزات يا أثقائ من من ضغطون على هذا الزر ستساعدكم للفوق وية سرعة وإذا ضغطوا على هذا الزر فراح ينزلككم جوه وية سرعة أكو أيضا الزر آخر اللي فيه هو أصلا السرعة الأساسية اللي هي هاي دا تلاحظون الخطوط عدت تلاعب بالشخصية عد هاي السرعة صارت السرعة عرفت كيف؟ ثلان نعيد ورح تحسون أنه فيها السرعة قوية وحلوة بنص وقت وأسرع من تبع الآدمين بكثير أيضا هي موجودة يا أثقائي بلعبة الحلقات اللي ما نجربها نهائي وحاب كل شي يجربها لا تنسون أنه لعبة الحلقات موجودة وعن طريقها رح تقدرون تجربون الطيارة وشوفون سرعتها وتتحكموا بعد أوكي؟ فتشوفوا تقدرون تدخلون هنا وهي منقعهم رح يطيكم البدلة وبدلة شنو؟ طيارة ورح تقدرون تجربوها وتشوفون سرعتها وتتقيموها بس أنا دا أرويكم يا أصدقائي وحنا أصلا فيديو عبارة عن مقارنة فأكيد حستخدمها قدامكم هاي فيب يا أصدقائي فلا تنسون أنه لعبة الحلقات موجودة أو ماي جود تقدرون سنو أنتبه المدينة هناك؟ يمو ونقتفد ها هذي شي اوو يس خللونا نرجع أوكي فيب نرجعها ندقق فيها أكثر فيب السرعة تبعها كلش حلوة صراحة أنه عجبتني أنه السرعة لا تقوية ومن تستخدمون سرعة تطلع خطوطة حركات يعني فيب يا أصدقائي وسرعتها أحسن من تبع الأدمين حتى فيها مميزات أو مثلا نقول شكل كشكل أحلي من تبع الأدمين السابقة تبع الأشيف ثالث ذلك طيارة قليتش كل الزينة طبعا لما يعرف قليتش هي بنت واو قليتش بنت والله طول حياتي وأنا حاسبتها ولد ما أقدر أفرق بعد إذا هذي كان تبيت أولد بسبب البدلة تبعها هي تستخدمها أتحس أنها ولد واو فالأشخاص اللي يعني ستوهم ما يعرفون من القليتش من الأساس فهي عبارة عن بنت اسمها تبع أولاد ما أعرف تشل السالفة المهم طيب هي طيارة قليتش نفس ما شفتوا يعني خدمنا تعليقات إيش رأيكم فيها وهسه إجا وقت التقييم صراحة أقيم هيوان هي مفروض حاطيها نام وصديق شوفوا هاي هي هاي بالضبط هذي شكلها هنا نجلسون واحد هنا أنا وواحد هنا وأنت في الوسط وراحت تتحكم بالطيارة أكيد ثيابي أصدقائنا اسم مداش شوفون شكلها وتصميمها ومرا فخم وأجد تقييم اوكي راح أقيمها راح أقيمها يا أصدقائي ثمان ونص من عشها ليش أقيمها ثمان ونص لغم سرعتها وكل شيء وتصميم حلو ما أدرا حاسة فيها خلل من تستخدمه مو السرعة هيج تظل شايفين من تهتز هذا الشي أنا ما يعجبني بالطيارات شوف شوفوا كيف تهتز تحسوها عطلانة أو قريب ما تعطل بس هذا اللي ما عجبني فيها ولا إن السرعة والألوان والتصميم كل شيء فيها حلو اوكي فلذلك أنا أقيمها بهذه الطريقة خب ما متعليقاش كنت تقيموها ومن تقيموها هيج تقييم قالوا لي السبب اللي خليكم تقيموها بهذا التقييم طيب وإجد طيارة ثانية اوكي طيارة ثانية أصدقائي اللي أعتقدر كل قادر يشتريها وهي كل شيء حلو كيوت بنفس الوقت اللي هي هذه خلعوا لكم أوشي شكلها وبعدين نشوف مميزاتها ويب هاي هي أصدقائي شوفوا شكلها كيف إنها كيوت وحتى ألوانها ممنعشة تبع الصيف فيا بي أصدقائي كذا تجن الحركة أنا كلش حبيت الطيار كلش كلش حبيتها إذا تردون صراحة أحبيتها كثير من ما لقليتش حيب حسيتها كلش كلش شيء ما عارف سكنونه فيا بي أصدقائي بس المشكلة فيها إنه تسعد لحالك ما حي يسعد وياك أي بشر أي واحد أي لاعب ما حد يسعد ما حد ما حد اوكي بس أنت رح تسعد فيها وحدك وتتجول في مدينة وحركات فعاليات ويا نفسك ثايب أحسها حلوة وعجبتني صراحة زين كم سعرها؟ سعرها أصدقائي باقتصار شديد ومية وخمسين جوهرة بس لي شبه السعر؟ لأني يا أصدقائي أكيد حتكون مميزاتها أقال من تبع قليتش زائد لأنه ما فيها تصميم فخم ويتش تبيره وحركة لا بس هي تصميم كلش يعجبني أنا يعني نسيين كلش هذا وشخصيا بلا صحي وأيضا يا أصدقائي لأنه يجلس فيها شخص واحد ما حتى يجلس فيها كثنين أو ثلاثة أو أربعة ما حتى يجلس فيها كغيرك نفسك يب لذاك خليوه بهذا السعر وأتوقع أن الكل قادر يشتريها وهي أصلا حلوة يا ناس تحجبني تحجبني أنا أصدقائي تشتروها من الأساس لأنه يرخصها وكل قادر يشتريها وهي حلوة تعالوا نشوف مميزاتها أول شي لاحظوا أنه فيها علامة النخلة هناك يا حركات أوكي فهس نشوف فيها أصدقائي مميزاتها هم رح تضغطون هذا هم رح يصير فيها صعدكم الفوق وهي السرعة بس إقليش رح تكون أسرع طيارتها فأيضا ما نتنزلون هم فيها نزول وسرعة فلكن تبقى إقليش هي الأسرع زين تعالوا نجرب هذا الزر المهم فيها سرعة هي الأقوى السرعة فيها هاي هي سرعتها اللحظ لو أنت تحسوني عندها تحسوني اللحظ أنه تبقى إقليش هي الأسرع بالتأكيد بس تقريبا السرعة متشابهة بعض الشيء أو يجي مثل هذا يعني ما كان فرق كبير 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 هم فيها نفس الشي تقريبا سرعة وحركات وهال وانتبونا على الخطوطات هتعجبونها السؤال بس هم فيها الزقاء هذا اللي تخلي الطيارة ترجو بس الطيار عجبتني خبروا التعليقات ايش رأيكم فيها تحسوا كيوت المدينة خلي روحي عن طريق الطيارة شو اختفت هاي ستوى طلعت لي ايه جبتوها تختفت اطلع مرش نسال فتحها فايب هي هاي الطيارة باختصار خبروا التعليقات ايش رأيكم فيها عن نفسي حبيت النفس ما قلت لكم وده قيمة الهات تسعة ونصف ونعشرة وليش هما قيمة تسعة ونصف ونعشرة لانه من وراء هذا الارتجاج مدري شينه هو بالضبط اللي في الطيارة هايش تحسوه ترجو ماعرف هايش حاسين حاسين هايش ماعرف هايش شعور مادرع كبه يب لذلك اسقائي هلقا راح قيمها بالنسبة لي ياحي اللي تفوس اكيد الطيارة اللي سعرها مية وخمسين جوهر لان الكل قادر يشتره وهي حلوة من الاساس طبعا قلتش بالنسبة لي عادي بس هاي الطيارة بيتها حاربين هاي ستستغربون شو نونة تحبهاي شنون صراحة ان حبيتها هذا رأيه شخصي واني يعني اذا تردون الصراحة ماحب اللون الاسود ويه الاحمر ماحبين يااخي ماحبين ماحبين يصيرون اثنينة موجودين بنفس المكان او شئي لا ماحبين نهائي فيب راح تستغربون شوي بس هذا رأيه شخصي احب الالمان مختلفة غير الاحمر والاصفر والبرتقالي ويه الاسود ماحبين لا الا الوان بالنسج مثلا هاي حركات تعرفوني انا احب اللون بالنسجي ثايب و سونا المقارنة شفنا الفرق بيناتهم كشكل ومقاعد وسرعة وكل شي خبروا بتعليقات اي واحدة حبين تشروه وهل اشتريتوا يا اسقائي طيارات واحدة من ذاني او بعضكم خبروا بتعليقات اتمنى ان الكل استفاد بهذا المقارنة يا اسقائي شفتوا الفرق بين السرعة طبعا انا ادي احس ان فرق السرعة مو كلش كبير بس تبقى قلتشية الاسرعة اكيد اتمنى استفادتوا من هذا الفيديو وياب اتمنى تحطوا له هالي قابت نجروا فيديو حتى لعبين بيكايكزي استفادوا من هذا الفيديو اذا كانوا حاليا ايش يشتروا بالضبط وحطوا لايك وشتركوا في القناة وبس باي باي احبكم وشوفكم بالفيديو الجاي